شاب السماوي يونس الظالمي اثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد اطلاقه مناشدة لاسعاف حالته الصحية هذه المناشدة جوبهت برجود فعل وتعليقات من الكاذر الطبي بان حالته الصحية مستقرة ولا تتطلب تدخلا طبيا عاجلا ولم تمضي سوى ثلاثة ايام ليتم اعلان وفاة الشاب يونس متأثرا بفيروس كورونا دائرة الصحة المثنى كشفت عن اجراء لجنة تطقيقية لكشف ملابسات الحادث من جهة اخرى شكلت مفوضية حقوق الانسان في المحافظة فريق عمل متابعة الحالة مشيرة الى اهمية توفير الرعاية والخدمة الطبية والانسانية للمرضى لاحظنا انها صفحة هي صفحة شخصية للمعين بها ولا تمثل وجهة نظر دائرة الصحة وبالنسبة للمسؤولية الطبية شكلنا لجنة تطقيقية ثانية لتطقيق الحالة من ناحية العلمية ومتابعة حالة المريض جار العمل باللجنة وستكون النتاج ترفع الى وزارتنا لتطقيق الحالة تابعنا هذا الموضوع تواصلنا مع ذوي المتوفي تم استلام شكوى من قبلهم وان شاء الله استحال الى رأسة الادعاء العام يكون التحقيق قضائي وليس تطقيقي وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للجيش الابيض ودورهم الكبير في مكافعة فيروس كورونا تبقى المنظومة الصحية في المحافظة دون مستوى الطموح مما انعكس على خدماتها الصحية دخل المحافظة ما زالت وفاة الشاب يونس تتصدر حديث الشارع السماوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اسعاف حالته وصحة المثنى تؤكد انها فتحت تدقيقا حول ملابسات الحادث للعراقية الاخبارية علي كريم المثنى